نحن إذن ما دامت الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق فنحن لسنا ملزمين بدين معين ولا بمذهب معين ولا بفقه معين هذا الكلام كلام غير صحيح هذا الكلام الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق كما ذكرنا أولاً هو لا هو آية ولا هو رواية فكرة كلام أناس فما يقدر يجي يعين إلينا هذا المعنى الكبير لعارض إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل من أنت تجي تقول لي سواء بهالطريق أو ذاك الطريق أو هالدين أو ذاك الدين من يخالف بينما القرآن الكريم يقول من يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل من شنو معنى هذا؟ لا معنى له الكلام الذي يكون لنفترض في الدين المسيحي هو مناقض ومعارض لما هو في الإسلام كيف يصير الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق؟ الدين المسيحي يقول هناك ثلاثة حتى الصلاة ما لهم هكذا صحيح؟ التثليث عقيدة رئيسية عندهم عندنا ليش أكو قراءة دائماً لسورة الإخلاص؟ لأنها سورة التوحيد قل هو الله أحد مو ثلاثة لا تقولوا ثلاثة انتهوا قرآن الكريم يخاطب المسيحيين كيف يجتمع أن نقول هم ثلاثة وهم واحد ثلاثة يوصل إلى الله واحد هم يوصل إلى الله ما يصير هذا الذي يقول لم يلد ولم يولد وهاي السورة تعتبر هي السورة المستحب السورة في فتاوى الفقهاء لا يستحب تكرار غير سورة التوحيد في ما بين السور نوع لكن إذا وصلت إلى التوحيد لا ما يخالف حتى لو تقرأها في كل صلواتك إلى يوم القيامة بعد الفاتحة ليش؟ لأنها سورة التوحيد لم يلد ولم يولد لما واحد يجي يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كيف يجتمع مع لم يلد ولم يولد ما يمكن أن يجتمع هذا يقول لا ذاك يقول نعم كيف يوصل اللا والنعم إلى الله إما لا يوصل وإما نعم يوصل إما ابن الله وصل وإما لم يلد ولم يولد وصل فعد فالطرق إلى الخالق بعدد الخلائق كما يريد بعض المعاصرين الاستفاد منه في موضوع التعددية الدينية كما قالوا هذا غير صحيح نعم أمر التعايش الاجتماعي ما في مانا في بلاد المسلمين أكو يهود أكو نصارى أكو غيرهم من أصحاب الديانات أكو مجوس ماكو دعوة إلى القتال والحرب بينهم لا تعايش اجتماعيا معهم ما في مشكلة في هذا ولكن أن أعتقد أن ذاك الطريق يوصل إلى الله لا لا يوصل يا رباء مستشعر شكرا